السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر هندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ننتهي اليوم إن شاء الله مع المحور الثالث Technics for Solving DC Electric Circuit مع الطريقة الخامسة وهي طريقة Support Position إذن هنا مثال تطبيقي آخر لمزيد فهم هذه الطريقة وهنا في هذا السيركوت عندي نلاحظ جيدا ويجب الانتباه إلى كم عدد مصادر الطاقة هنا عندي مصدران للطاقة مصدر أول ومصدر ثاني وبالتالي المجهول المطلوب هنا يساوي V1 مع V2 يعني V1 هي نتيجة وجود المصدر الأول أما المصدر الثاني فهو OFF وفي تو هي نتيجة وجود المصدر الثاني والمصدر الأول OFF وبالتالي يكون هذا الجود يساوي V1 مع V2 إذن عندي إذن دارتان كيف تحصلت عليها؟ إذن تركت المصدر الأول ON أما المصدر الثاني OFF لا يشتغل؟ عوضناه بـ Open Circuit دارة مفتوحة هنا إذن قيمة الجود المطلوب سميناه في هذه الدارة الأولى V1 باستخدام قانون تقسيم الجود واضح جدا V1 تساوي 2 فولت لم ينتهي العمل لأن هذه V تساوي هي V1 نتيجة وجود المصدر الأول مع ماذا؟ مع جود آخر اسمه V2 وهو نتيجة وجود المصدر الثاني يصبح إذن ON المصدر الأول الذي كان يشتغل هنا سوف هنا يصبح OFF إذن V2 المطلوبة سوف أطبق قانون الـ ON هي قيمة المقاومة ضارب التيار الكعربائي التيار الكعربائي مجهول نستخرجه عن طريق قانون تقسيم التيار الكعربائي يساوي 2 إمبير ضرب قيمة المقاومة 4 فيصبح الـ V2 يساوي 8 إذن LV1 2 فولت LV2 8 فولت وبالتالي مجهول LV هو الجمع بينهما وهذا هو قانون السوبر بوزيشن يساوي 10 V نمر الآن مع المثال الأخير في قانون السوبر بوزيشن أنهيت هذا القانون بمثال يحتوي على ثلاث مصادر للطاقة وبالتالي يكون مجهول المطلوب في هذا التمرين يساوي ثلاث طيارات كهربائية لماذا ثلاث طيارات لوجود ثلاث مصادر للطاقة إذن نفس الطريقة كان عندي 2 sources الآن عندي 3 sources ماذا سوف أفعل هذه الدارة الكهربائية ماذا سوف أفعل سوف أترك دارة واحدة فقط تشتغل مصدر واحد فقط يشتغل وأقوم بإغلاق بقية المصادر وهذا المصدر الأول OFF وهذا المصدر الثاني كذلك OFF لم يبقى لي إلا مصدر واحد لا ننسى مجهولي وهو قيمة الطيار الكهربائي في المقاوم 3 O باستخدام طريقة النودل Analysis قيمة هذا الطيار الكهربائي إذن وهو نتيجة وجود هذا المصدر فقط يساوي واحد إمبير الآن نفس الشيء سوف أقوم بإغلاق مصدرا للطاقة وترك مصدر واحد هنا ماذا سوف أفعل سوف أغلق مصدر التغذي 24 فولت سوف أغلق كذلك مصدر التيار فيصبح دارة مفتوحة وسأترك فقط مصدر الجود 12 فولت هو الذي يشتغل وبالتالي ماذا سوف أفعل نالانسة مجهولي هو قيمة التيار الكهربائي في الموقام 3 الآن بعد ما طبقت قانون في هذه المرحلة طبقنا قانون السبربوزيشن الآن سوف ألتج إلى طرق أخرى مبسطة حتى أستخرج قيمة الطيار الكهربائي وهو نتيجة وجود المصدر 12 فولت إذن ألاحظ هنا أنه الأربعة أوم مع الثمانية أوم بالتسلسل وبالتالي قيمتهم تكون 12 أوم ثم ألاحظ كذلك أنه الأثنشر أوم هذه مع الأربعة بالتوالي والقيمة الجملية هي 3 أوم ويصبح الآن السوركت بسيط جدا وبالتالي هذا المجهور مباشرة الزمانية ويصبح الزمانية الزمانية يساوي ماذا؟ هو قيمة الجود على المقاوم الأول والمقاوم الثاني وهم سيريس فتصبح الزمانية لم يبقى إلا تشغيل هذا المصدر لأنه في الأول شغلت مصدر وثانيا شغلت المصدر هذا وأخيرا أشغل هذا المصدر 24 فولت وأغلق كل من 12 فولت وكل من الثلاثة أمبير باستعمال قانون المش الذي يتناسب مع هذه الحالة لاستخراج الآي ثلاثة وهو قيمة الطيار الكهربائي في هذه البرانش نتيجة وجود مصدر الجود 24 فولت إذن باستخدام قانون المش الآي ثري تساوي سالب واحد أمبير إذن لا ننسى المطلوب هو استخراج قيمة الطيار الكهربائي في هذا المقام ثلاثة أ إذن باستخدام قانون سوبر بوزيشن هذا الطيار هو نتيجة الطيار الأول مع الثاني مع الثالث إذن يساوي ثنين أمبير ولا ننسى قانون السوبر بوزيشن كل مرة أفتح أترك يعني مصدر يشتغل وأغلق البقية فتركتنا ثلاثة إمبير يشتغل ثم تركت الثلاثماشر فولت يشتغل وأخيرا تركت الأربع وعشرين فولت يشتغل وبالتالي هذا الطيار المجهول هو نتيجة الطيار الأول نتيجة وجود ثلاثة إمبير مع الطيار الثاني نتيجة وجود الثلاثماشر فولت مع الطيار الثالث نتيجة وجود مصدر الأربع وعشرين فولت وكخلاصة لهذا المحور الثالث وهو Techniques for solving DC ننتبه من هذا أنه نحن الآن في الطيار المستمر إذن رأينا خمس تقنيات بدأنا بطريقة النوت طريقة الماش طريقة السورس transformation الـ Thieving Equivalent وأخيرا الطريقة الخامسة والتي أنهينا بها المحور الثالث وهي طريقة السوربور position إذن سوف نرى في المحاور القادمة إن شاء الله نفس هذه الطرق سنطبقها لكن مع التيار المتردد ترجمة نانسي قنقر